بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف الثاثة المتوسط أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفقه من الوحدة الثامنة موضوعنا اليوم الجهاد من أهداف هذا الدرس أبناء الطلاب عليك أن تبين معنى الجهاد وحكمه وأن تعدد شروط الجهاد وأن تذكر الحكمة من مشروعيته فهيا بنا إلى الدرس أولا معنى الجهاد الجهاد لغة هو بذل الجهد واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل بمعنى أن تبدل ما في وسعك من جهد سواء كان قول أو فعل هذا تعرف الجهاد لغة وهو عام شرعا يطلق على معنيين أولا هو بذل الجهد في الاستقامة على أمر الله أي تبذل جهدك في أن تستقيم على أمر الله من أمر ونهي وهذا النوع يشمل الرجال والنساء قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين المعنى الثاني وهو المقصود في هذا الدرس القتال في سبيل الله حكم الجهاد هو فرض كفاية بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لكن إن لم يجاهد أحد من الأمة أتمت الأمة كلها شروط الجهاد يشترط للجهاد ما يأتي أولا العقل فالمجنون لا يجب عليه الجهاد كذلك الذكورية فالمرأة لا يجب عليها الجهاد ثالثا البلوغ فالصبي الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الجهاد رابعا إذن الوالدين خامسا إذن ولي الأمر وهو الحاكم الشرعي للبلاد إذن شروط الجهاد العقل والذكورية والبلوغ وإذن الوالدين وإذن ولي الأمر الحالات التي يتعين فيها الجهاد أي يجب عليك الجهاد في ثلاث حالات أولا إذا حاصر العدو البلد أو احتله جاء العدو إلى بلدك أو احتل البلد وجب عليك في هذه الحالة أن تجاهد فرض عين الثانية إذا أمر ولي الأمر بالجهاد والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض ثالثا إذا حضر المسلم ساحة القتال ذهبت للقتال في سبيل الله وذهبت في ساحة القتال فلا يجوز لك التراجع أو الانهزام فهذه الثلاث حالات إذا حاصر العدو البلد أو احتله إذا أمر ولي الأمر بالجهاد وإذا حضر المسلم ساحة القتال أما فضل الجهاد فالجهاد ضربة سنام الإسلام وهو من التجارة الرابحة مع الله وقد وردت آيات أحاديث كثيرة في فضل الجهاد فمن فضائله أنه أعظم تجارة مع الله سبحانه وتعالى يحصل في مقابلها مغفر الذنوب والنجاة من عذاب الله ودخول الجنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ثانيا أن المجاهد في سبيل الله له أجر قائم الليل الذي لا ينقطع عن صلاة الليل والصائم كذلك بالنهار الذي لا يدعو الصيام فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى ننتقل إلى الحكمة من مشروعية الجهاد لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد؟ لحكم من أهمها أن تكون كلمة الله هي العليا وهي لا إله إلا الله ويكون الدين كله لله وأن لا يعبد إلا الله وحده ثانيا حماية المسلمين ورد العدوان عنهم فإذا لم يكن هناك جهاد انتهكت أعراض المسلمين وأموالهم ثلاثة الفوز بمرضات الله وجنته ونيل الشهادة والنجاة من عذاب الله وسخطه بهذا أبناء طلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وإلى لقاء آخر في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة